زيادة شوية عشان يكمل أربعة فاينال وراء بعض طول ما الناس مش شايفة الأسباب الحقيقية لتفوق الأهلي هيفضل الأهلي بعيد والآخرين بوعاد برضو عنه سيف زاهر الحقيقة قال حاجة هو تفوق الأهلي ده نتيجة ايه؟ نشوف بعض الناس متصورة أن دايما الأمور بتبقى ماشية وقتية حالا قيل عارض النهاردة طلع بكرة مشي بعده قلنا مراراً وتقررنا قبل كده ما فيش حاجة في النادي الأهلي وليدة الصدفة انسى يعني ما فيش صفقة انت بتشوف دائماً اللقطة الأخيرة يعني انت قاعد كده بتقول ايه؟ علي لطفي مشي علي لطفي اتنقل زاد النادي الأهلي قرر النهاردة حيبيع علي لطفي بكرة جالوا عرض بليل اتباع ما فيش حاجة في الدنيا اسمها كده في حاجة اسمها تخطيط وبلان في حاجة اسمها ان ادارة النادي الأهلي او الكابت المحمود الخطيم بالتشاور مع كولر حاطين بلان طويلة انت النهاردة مقدم عرض علي لطفي نستنى نشوف الشناوي معانا ثابت مكانك تمام تاخد دراسة تقعد شهر تشوف الرؤية عاملة ازاي عشرين ثلاثين يوم ثم بعد كده تأكد على وجود الشناوي فتسمح برحيل علي لطفي فكل المراكز كده ليه بقول لحضراتكم الحتة دي عشان نروح لمحمد شريف بعض الناس قاعدة بتتساءل انت بتبيه محمد شريف وانت مش عارف انت هجيب مين كلام ده مش في عالم كرة القدم ولا في النادي الأهلي محمد شريف موضوع بيعه اللعب ده ما عندوش بديل مش هيطلع لو جاب فيه مئة مليون جنيه خلاص لان الناس فهم ان العرض جيب مبارح فطلع اول مبارح التنفيذ في اللقطة الاخيرة هي اللي بتطلع نجاح النادي الأهلي بيكمن ان دايما اللقطة الاخيرة هي اللي بتطلع لك وهي دي قصة يعني دائما ما يشيروا في النهاية الى الاسلوب المنظم الموضوعي والخطط المدروسة للنادي الأهلي وراء اي قرار عشان الناس اللي بتتكلم اعطيني اعطيك ليه اعمل كده طب يا عارف مين اللي تمال يقولهم اعملوا اعملوا كده بس لما بيتكلم في الكرة مش لما يكون بيغازل بقى منصب عاز ياخده ولا عاز يعمل حاجة تانية ميدو كابتن ميدو احمد حسان اما قال لك انا عجبني جدا الشأ النادي الأهلي بيعمل ايه في رواتب اللعيبة ومدخلهم النادي الأهلي بيصرف الرواتب على قدر الميزانية النادي الأهلي بيصرف على قدر المشاركة النادي الأهلي له سقف للرواتب وله نظام في الثواب والعقاب وبيقول ايه خلي النادي كلها تعمل كده خلي النادي كلها تعمل كده هو ده ملخصه ايه انك تصرف على قد ميزانياتك ومدخيلك هو ده اللي احنا عملين نقول عليه اللعم المالي النظيف السلامة المالية جيبت دمين جيبت دمين او انت هتصرف على اللي انت بتعمله دمين او تعاقداتك تتكافأ مع دخلك ولا لا ايه مشاكلك مع لعيبتك مش معقولة يبقى ما انتش قادر تدي لعيبتك فلوس وانت بتتعاقد هو ده اللي احنا بنقول عليه اجبر الاندية تمشي صح ما تسهلهاش الغلط لان الغلط بيؤدي الى تراكمات ما تتحلش مستقبلة بتجبر زكورة التالج فساعة الجد بيقفوهم بيقولوا كده بس لما حبوا يغزلوا بقى في لحظة معينة اي حاجة جماهير ادارات مش عارف ايه يقولوا كلام تاني خلصوا هم مش مختنعين بيه طيب هنطلع لفاصل اخير وبعد الفاصل نشوف كلام تاني ما تخافش على الاهلي